مش هطول عليكم لكن محتاج حد يساعدني ياخد قرار في حياتي اللي جاية عندي بنتين في سن اعدادي هم كل دنيتي وأنا كل دنيتهم من ساعة ما أبوهم اهتم براحته وانبساطه وبدأ في عمل علاقات مش مرة واحدة لا ده مرات مرة حد يشوفه ومرة ألاقي رسائل على الموبايل واجهته كتير وناس كتير اتدخلت علشان يهتم ببيته وولاده وبيا لكن في كل مرة يقول دي غلطة ومش هتتكره ويندم ويفضل كم شهر كويس لحد ما ابتديت ألاحظ نفس التصرفات تاني والإهمال لنا والمشغولية عننا طول الوقت وترك البيت لمدة طويلة بحجة ظروف الشغل وبعدين اكتشفت أن في واحدة جديدة في حياته أنا استحملت كتير علشان البنات وصورتنا قدام الناس لكن المشكلة كمان أن بنت من بناتنا لحظت وعرفت اللي باباها بيعمله وصورته تهزت في عينيها أنا تعبت ومش عارفة أعمل إيه وإزاي أصلح صورة باباها أنا حقيقة عبت ومش عايزة أكمل معي إيه رأي حضرتك هل ينفع أنه العلاقة تتصلح أو تسترد العلاقة الزوجية يعني أنا مش عايز من الآخر نقول إيه ينفع أن العلاقة تسترد يعني أنا عندي قناعة أنه ما فيش مشكلة مالهاش حال حتى لو الحل صعب وما فيش حاجة اتهدمك ما تتبنيش طالما أتبنى على أساس سليم لكن على الأقل من القصة بتحضرتك دي نشوف أن هذا الأمر له مضاعفات غير عالية سيئة على البنات مثلا إهمال البيت ده مش واحدة من المضاعفات أو طبعا معاناة الزوجة مش واحدة من المضاعفات تحطيم نفسية البنات تشويه منظر الأب قدام البنات كل الكلام ده أعتقد أنه مضاعفة أنا شايف أنه في الحالات اللي زي كده طبعا هي ما جالتش صلاحة أنه في خيانة أنه في زينة لأنه الحقيقة الزينة يعني فيه فرق من الخيانة بصفة عامة اللي احنا بنقولها وبن الزينة الزينة هي الحاجة الوحيدة اللي تكلم عنها الكتاب أنه يجوز فيها الطلاق يجوز مش حكمة كمان يعني اللي يقدر يستحمل يستحمل أيو بس حضرتك قلتني حتى من نظرة اللي امرأة فشتايا قد زينة بها في قلب ده صحيح لكن الكتاب لما تكلم عن الزينة التي تقطع العلاقة تكلم عن الالتصاق الجسدي من التصق بأمرأة فهو جسد واحد فده واضحة هي دي اللي ممكن تعمل كده لأنه ده بيكسر بيحطب هذا الارتباط اللي قائم ربما من سنوات طويلة يعني هي لم تشير في السؤال إلى كده لكن أشارت أنه مش راجل مزواج لكن راجل مصاحب آه راجل غاوي علاقات نسائية آه يعني راجل عما يطلطش في العلاقات النسائية ولها مضعفاتها وربما مضعفات مالية وربما عجد تاني أعتقد اتخاذ موقف بعد كل المحاولات صارم مش غلط في الظروف اللي زي كده اتخاذ موقف صارم مش غلط بس لابد أن يعني ما حبش دايما نبتدي العلاج من الآخر أوكي ونقول تنفصل وتسيبه يعني لكن أحب أن احنا نبذل المحاولات سواء مع الشخصية نفسها سواء بلفت النظر سواء بدخول الآخرين وواضح أنه العلاج يحتاج للمتابعة يعني هي بتقول في كل مرة بيتوب كم شهر آه شوية ويرجع ويرجع تاني أيوة جزئية دي كده على فكرة وفي حاسمها إدمان 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 العلاقات العاطفية أو إدمان العلاقات الجسدية ده موجود وده موجود اتنين موجودين وبعايز علاج بقى زي المدمن دايما لما بيطلع من مصحة حتى بنعوذ متابعة عينين مفتحة عليه طبعا وبيعوذ قواعد يعيش عليها علشان هو هيحن كل شوية هيحن فاللي عنده حاجة زي كده سواء راجل أو ست يعني ممكن يبقى عندها وممكن عندها يعني ممكن هي نفسه هتتعامل معها بطريقة مختلفة وده يفرق كتير معا مش هيبقى مبرر إطلاقا ممكن يعني دخول آخرين في الأمر ويخاف من الفضيحة ممكن ده يبقى وسيلة ممكن مع عيالها إذا كان فيه فاسيليتز إنها تسيب البيت وتقعد شوية في بيت أهلها لفترة معينة يعني ده وسيلة فالمهم إذا فشلت الوسائل الودية التدريجية أعتقد يحتاج الأمر إلى موقف صار طيب فيه ناس كثيرة بتنصح وتقول مثلا إيه الغفران مهمة قوي في الحالات دي فإغفري علشان بيتك وأولادك وتحافظي على بيتك وغالبا إحنا ميالين أكتر كستات شرقيات يعني إن إحنا نحافظ على البيت بس الحقيقة ما بيبقاش فيه جوانا غفران حقيقي وبيبقى مجرد يعني إيه بحاول أسكت الجواية ده بس بتبقى فيه مشاعر سلبية جدا جدا يا حالك تنصح لو الزوج كده وده إدمان كده إدمان علاقاتي وكل ما بيروح بيرجع تاني أعيش معاه وأنا من جوايا مش غفر غفران حقيقي لأني مضطرة أو لأني عايزة شكل البيت يبقى تمام الغفران ضرورة في العلاقات الإجبارية مع أخواتي الغفران ضرورة عندي واحد من أخواتي لو فرضنا عندي واحد من أخواتي دايما يعل صوته علي ودايما يسيء في الحالة دي الغفران ضرورة برضو بالأولى جدا في دائرة البيت العلاقة التي لا تنفصم مفروض أبدا الغفران أعتقد ضرورة وترك الأمر ضرورة بس إحنا أمام مشكلة متجددة غفرت النهاردة بس في بكرة غفرت بكرة بس في بعض فأعتقد أنها ضرورة بس الغفران الحقيقة الغفران الحقيقي اللي حضرت بتقولي عنه لا أعود أذكر مش كده حتى لو جيل الزاكرة لا أعود أجرح من هذا الأمر حتى لو جيل الزاكرة مش بمسح الزاكرة لكن لا يكون له التأثير النفسي ده معنى الغفران دي تحتاج إلى علاق إن ما كنتش أفهم ما معنى الغفران وإلى أي حد الله غفر لي مش أعرف أغفر لك يعني مسامحين بعضكم بعض صح بس أنا مش أعرف أسامح إلا لو أنا عرفت أنا تسمحت بقى دي إيه وأعتقد دي يعني هتبقى ليها دور كبير في أننا لما ندخل في العلاج بتاع الأمر أو العلاج الروحي للأمر كيف يمكن أن يكون أستمتع بالغفران الإلهي بالقدر الكافي وبص لجدي أنا في حاجات عملتها والله عمل كده وبالتالي أنا أغفر يعني أعتقد هيبقى ليه دور كبير الغفران في هذا الله بس لازم يبقى غفران حقيقة عشان أقدر أعيش زي ما وحضرت ما طبعا ما أنا بقول لو مش غفران حقيقة تمثيلية الغفران تمثيلية وأرجع بعد كده لما تحصل حاجة سأقول له فاكر حصل كذا فاكر حصل كذا كده أين الغفران بهذا الشكل ويعيش مجروحة ده بيبقى صعب جدا وليه تأثيره أكيد السيء علي وعلى أولادي وطبعا أنت عارفة أن تفرق من حد لحد يعني فيه حد سهل الغفران عنده وفيه حد حب الانتقام عنده لا ينتهي هنرجع تاني للمشكلة اللي كنا لسه بنقراها كنت عايزة أسأل إزاي الأم دي تعمل التواز والمبين أن هي توضح لبنتها اللي خلاص شافه الأب في الصورة السيئة دي أن دي خطية لكن في نفس الوقت تحاول تحافظ على شكل الأب ومهابته وكسرته وكأب دي عايزة ستة جبارة يعني آه عايزة طاقة وحكمة يعني ليش بس عايزة كده وعايزة مبادئ التربية التي زرعت آه يعني الفكرة أن العيال دول أكبار مش كده آه طبعا بس العيال دول أتربوا بطريقة معينة فمبادئ التربية التي زرعت فيما يخص مهابة الأب وقيمته وفيما يخص دور الأم في الحياة وفيما يخص دور الله في الحياة وفي مقدس الغفران كل دي عبارة عن مبادئ أنا مش بابني على أساس آه هش فمفروض أن في مبادئ زرعت ولا يورينا قد إيه مهم أوي وقاية من كوارث الحياة نربي عيالنا على مبادئ صح دهياقيهم من كوارث الحياة أنا عايزة أحافظ على صورة منظر أب ما تتشوهش في موقف مشوه يلزمني على تشويه منظر الأب كيف يمكن أن يكون هذا ده متوقف على الصورة التي رسمت للأب في كيان العيال في قلال الفترة اللي فات عشان يحسب أن هذا الأمر عبارة عن نقطة ضعف أو عبارة عن زلة ممكن تعدي مقابل مزايا كبيرة مقابل أب عظيم أكرمنا به ربنا فهو عظيم ربنا لما عطانا الأب ده خلاه شخص بيجوم بكل الواجبات ما جسرش معاكم بيحبكم بيدللكم كلام زي كده أشغاله قد تحتم عليه أنه جسر معاكم شوية وفي نفس الوقت نقطة الضعف دي يا ربنا ممكن كل واحد فينا عنده نقطة ضعف والرب ممكن يتعامل معاه فيها ونصلي مع بعض لها لأنها اكتشفت هي الفكرة أنها واحدة من البنات اكتشفت اكتشفت وبالتالي إحنا بنحاول نخفف من وطقة الصدمة في اكتشاف أمر أصبح معروف ومنشويش منظر الأب مش بنعمل تمثيلية هل ممكن البنات تبص للأم نظرة أن هي أقل من الستات الثانية يعني عشان كده بابا فضل الستات الثانية عنك فيبقى استقلال بالأم هل بده بيحصل ولا مافتكرش أنه ممكن يحصل كده البنات مافتكرش بيفكر بالطريقة دي من الأولاد أنا أعتقد أنه هيحسوا أن الأم تستمتع بفضاء رائعة أنها محتملة هذا الأب وأنها بتتعامل معاه وأنها رفضة تسيب البيت وأنها رفضة تسيبه وأنها متقبلة أوضاع صعبة عليها بتعاتب عليها من ورانا وإلى آخره فالأم بتبقى كبيرة في عينين البنات أكتر منه أن الأم دي أصلها بابا لي حاج أنه هو يبص الوحدة الوحدة ستة تانية ما بينظرش إليها كده يعني شكرا